اشتركوا في القناة دموز جولاي 2024 يا عزيزي في كوكب مارس اللي حيدخل برج الجوزاء يعني الى مربع مع برجك بيولد بعض الاحتكاكات وبيخليك يمكن تكون عم بتمارس بعض الاعمال او هالكوكب يمكن يوقعك ببعض المغريات فانتبه خاصة بين التنين 22 والخميس 25 اياك انك تصدق بعض الاغراءات تكون حذر جدا بتمارس عمل مهم الثلاثة 23 رغم هالشي وبتبلش بجديد بها الفترة بس ما توقع على اي عقد اذا ما استشرت اختصاصيين بين الاربعة والخميس يعني الاربعة 24 والخميس 25 حتى ما توقع باوهام عباسية بهالفترة لح يشير نشاط كوكب مارس بمنزلك العاشر الى الكتير من الاعمال بس كمان يمكن تتعرض لنكاسات ويمكن يخضع احد المسؤولين يلي انت معني به الى عملية جراحية دقيقة او بتواجه وضع مرضي بيستهدف كل طاقتك بياخد كل طاقتك بتحول اهتمامك لناحية جديدة جدا بتبدل بعض المفاهيم والمقييس بين الجمعة 26 والسبت 27 جهز نفسك لتعبئة جديدة بالعمل بهالوقت احمول على شحن شجعتك واقدمك تحتاج الى تدقيق كبير بمجال مالي كمان كما الى حفاظ بعض الاسرار حتى ما تتورط بمهزلة محتملة يمكن تمرق بوقت جيد للتواصل مع البعض واحياء علاقة غنية وواعدة بين الاحد 28 والتنين 29 تبدي رغبة بالتودد والتقرب من بعض الجهات او احد الاشخاص وبتصادف التجاوب المرغوب تجي بادائك بيكون رقيق جدا وديبلوماسي ويعرض عليك مهمة غالية على قلبك بتكافئ مواهبك بالتوجيه والوعظ والتعليم بس يمكن تواجه موجة من التمرد عليك بين الثلاثة ثلاثين والاربعة وواحدة وثلاثين او تفاجأ بمن بيخرب عليك امر ما او ربما بدون ما يكون عليه لا نزير ولا رقيب انتبه اشتركوا في القناة